في محاولة لطمأنة قادة الدول الأوروبية بأن الأنظمة المستقبلية لبريطانيا ستظل متسقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي أكد الوزير المعنى بخروج بريطانيا ديفيد ديفيس على أن بريطانيا لا تريد أن تقوض الاتحاد بعد المغادرة بل تريد أن تصبح شريكاً محترماً في دفع معايير جديدة لاقتصاد متغير إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني حتماً تغيراً في الطريقة التي تقوم بها الشركات البريطانية وغيرها من الشركات الأوروبية ورسالتي إليكم في هذه القاعة هي أن طبيعة بريطانيا لن تتغير كبالد ديناميكي ومفتوح يدعم الأعمال التجارية والمنافسة في السوق المفتوحة والعادلة وفي ظل هذه السلسلة من الخطابات التي تقوم بها الحكومة البريطانية قبل بدء المفاوضات القادمة مع الاتحاد الأوروبي حول ملف التبادلات التجارية يرى المحللون إلى أنها وسيلة لتخفيف حدة الخلافات التي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي برمته هناك الكثير من الضغط السياسي إذن ما هي الرؤية المستقبلية؟ هل ستكون اتفاقية على حرية تبادل تجاري وخدمات مشتركة؟ أم ستكون غير ذلك؟ وهذا هو التحدي الكبير للمفاوضات القادمة ومن الصعب التوقع الآن لأن كل طرف يريد شيئا وهذا سيكون مؤثر على العملة استراتيجية جديدة للنهج البريطاني في ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي تتمحور حول إقناع الطرف الآخر في بروكسل إلى الاتفاق على نتائج تنظيمية مشتركة مثل حماية المستهلك والاستقرار المالي والمضي نحو استقطاب الاستثمارات العالمية وتعزيز الاقتصاد محاولات بريطانية لطمأنة اقتصاد البلاد والمنظومة الأوروبية من تأثيرات البريكزيت وتأطيرها في إطار محدود ولكن الواقع وكذلك التوقعات تعكس ذلك بدر العزمي الإخبارية لندن